موسيقى نحييكم من القناة السعودية وهذه نشرة الأخبار الأخيرة البداية بالعناوين برعاية خادم الحرمين الشريفين جامعة أم القرى تنظم الملتقى العلمية الثاني والعشرين لأبحاث الحج والعمر موسيقى وزارة الداخلية تعلن ضبط أكثر من خمسة عشر ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع موسيقى استمرار الحالة المطارية على معظم المناطق والأرصاد تحذر من استمرار الأمطار الوعدية على مكة المكرمة موسيقى أهلا بكم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل سعود حفظه الله وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة تنظم جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة الملتقى العلمية الثاني والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة وذلك في التاسع والعشرين من جمدى الآخرة لعام 1444 للهجرة بقاعة الملك عبد العزيز التاريخية في جامعة أم القرى تحت شعار نحو تجربة متميزة لخدمة ضيوف الرحمن ويشمل الملتقى سبع جلسات علمية يناقش فيها 33 متحدثا عددا من المحاور العلمية إضافة إلى ورش عمل وجلسات للملصقات العلمية أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور حدود المملكة بطريقة غير نظامية 693 شخصا بالإضافة إلى تورط 16 شخصا في نقل وإيواء وتشغيل مخالف أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم أوضحت وزارة الحج والعمرة السبب عدم ظهور كل الباقات خلال الطلاع على الخيارات من أجل الحجز وقالت الوزارة إن باقات الحج تظهر حسب المقاعد المتاحة والتي يتم تحديثها بشكل مستمر وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن التحقق من حالة الحجز عبر موقعها أو تطبيق نسك هذا وتوصل وزارة الحج والعمرة استقبال طلبات التسجيل المبكر للحجاج من داخل المملكة عبر موقع الوزارة وتطبيق نسك للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري 1444 للهجرة وذلك ضمن أربع فئات متنوعة وبأسعار مناسبة من بينها الباقة الاقتصادية التي تبدأ من 3984 ريال لتسهيل إجراءات التقديم لأداء مناسك الحج ضمن خطوات سهلة وميسرة بهدف رفع جودة الخدمات وإثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن تحقيقا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 20-30 اختتمت فعاليات ماراثون إقراء بمنطقة تبوك الذي شاهد إقبال كبيرا على مكتبة إقراء في المدرسة الثانوية الأولى بالمنطقة من هوات القراءة والمعرفة بجميع فئاتهم العمرية هذا وتكفل مركز إثراء بزراعة الشجرة المقابل كل مئة صفحة مقرؤة بهدف الوصول إلى ألفين شجرة إسهاما من المركز في مبادرة السعودية الخضراء أطلق أمين الطائف مشروع نظام المعلومات الجغرافيات جيس المتمثل في تقنية تعالج طبقات متعددة ومختلفة من البيانات والمعلومات وإخراجها على شكل تصورات باستخدام الخرائط والمشاهد ثلاثية الأبعاد إذ يعد من أقوى الأنظمة المستخدمة في دعم القرارات قاعدة بيانات جغرافية مكتملة تحتوي على العديد من الطبقات تشمل الأراضي والمباني والطرق وحدود المحافظة والنطاق العمراني وغيرها تأتي ضمن مشروع نظم المعلومات الجغرافية الجي آي إس الذي أطلقته أمانة الطائف والذي يعمل على شكل تصورات باستخدام الخرائط والمشاهد ثلاثية الأبعاد نظم المعلومات الجغرافية أو الجي آي إس يعد من أهم الممكنات الرئيسية في دعم اتخاذ القرار فيما يخص تخطيط المدن وإدارتها بما يحتويه من كم كبير من البيانات المرتبطة بمواقعها الجغرافية مما يساعد كل من يساهم بتطوير وتنمية المدينة بالعمل بشكل جماعي وفعال من خلال تكامل البيانات بين الجميع والموجودة على طبقات جيو وكانية يعد هذا المشروع من أقوى الأنظمة المستخدمة في دعم القرارات لتسهيل الحصول على المعلومات وتحليلها وتقديم نماذج مساعدة للدراسة ومعرفة تأثير القرار قبل تنفيذه كما يتيح الاستفسار والتحليل الإحصائي الذي توفره الخرائط ومن أهم هذه الطبقات حد التنمية العمرانية حد النطاق العمراني حدود الأحياء شبكة الطرق استعمالات الأراضي موضحا بها جميع الاستعمالات سكني تجاري خدمات عامة بجميع أنواعها وغير ذلك تحول رقمي ذكي لاستبدال المخططات الورقية إلى بيئة نظم المعلومات الجغرافية تشتمل على بيانات أكثر من أربعة آلاف مخطط يضمن معه وفرة معلوماتية مرنة ومستدامة يستفيد منها كافة المستخدمين من مواطنين ومستثمرين محمد الثقافي الطائف شرعت وزارة الأوقاف الفلسطينية في قطاع غزة بتوزيع لحوم مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي على العائلات الفقيرة في القطاع خاصة مع تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية لسكان القطاع بسعادة غامرة استقبلت العائلات الفلسطينية الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة توزيع مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي مشروع يأتي في ظل تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية وانعدام الأمن الغذائي لسكان القطاع والذي وصلت نسبته إلى 40% حسب تقرير وكالة الأونروا هذا المشروع حقيقة من المشاريع المهمة لأنها تلبي حاجة شريحة عريضة في داخل مجتمعنا الفلسطيني من الفقراء من لساء الشعب الفلسطيني وأطفال الشعب الفلسطيني ورجال وشيوخ الشعب الفلسطيني الذين هم بحاجة شديدة إلى مثل هذا الدعم وهذا الإسناد في هذه الظروف الصعبة المشروع سيستفيد منه أكثر من 35 ألف أسرة في كافة مناطق قطاع غزة بإشراف كامل من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ولجان الزكاة والله ظروفنا صعبة ومن زمان صعبة ظروفنا مش دائما نحن بناكل لحمة يعني يمكن من العيد للعيد أو ناس تتفقدني يعني يجبوننا نحن نشكر المملكة العربية السعودية توصلها إلى اللحوم ونتشكرهم إن شاء الله يتفقدون دائما إن شاء الله تبقى المملكة صباقة في دعم الفلسطينيين على كافة الأصعدة والمستويات مما يعبر عن رسالة سعودية فحواها أن دعم الإنسان الفلسطيني على سلم أولويات المملكة ملكا وحكومة وشعبا يعكس مشروع توزيع اللحوم الهدي والأضاحية على العائلات الفلسطينية الفقيرة والمحتاجة اهتمام وحرص المملكة على دعم الشعب الفلسطيني في أحلك الظروف وفي كل الأوقات توقع المركز الوطني للأرصاد استمراره طول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول وذلك على أجزاء من مناطق جزان عسير الباحة ومكة المكرمة وكذلك على أجزاء من منطقتين الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية منطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة القصيم حائل والجوف هذا ودع الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر نظرا للحالة المطرية التي تشهدها اليوم معظم مناطق المملكة يأتي ذلك بعد أن رفعت هيئة الأرصاد الحالة المتوقعة على منطقة مكة المكرمة من تنبيه إلى تحذير والتي تضمنت تقلبات جوية على معظم محافظات المنطقة وعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على محافظتي الليث والقنفذة تستمر حتى الثانية من صباح الغد بمشيئة الله إضافة لتنبيهات بهطول أمطار متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية والجوف والباحة جعل الله امطار خير وبركة نشرتنا انتهت وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها برعاية خادم الحرمين الشريفين جامعة أم الخرى تنظم الملتقى العلمي الثاني والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة وزارة الداخلية تعلن ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع استمرار الحالة المطارية على معظم المناطق والأرصاد تحذر من استمرار الأمطار الرعدية على مكة المكرمة شاهدنا شكرا لطيب المتابعة في أمان الله شكرا لطيب المتابعة في أمان الله